وصلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المحال والمنشآت التجارية استمرار الجهود المبذولة منذ تطبيق قانون تعديل نسبة القيمة المضافة مطلع العام 2022 وتم خلال الحملة تفتيش 40 محلا ومنشآت تجارية في مختلف محافظات مملكة البحرين وذلك للاطلاع على امتثال المنشآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيسي وكجزء من إجراءات التفتيش والرقابة الاعتيادية على المنشآت التجارية في المملكة وأسفرت الحملات التفتيشية عن رصد 28 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى 10 ألاف دينار بحريني إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وفقا لقانون القيمة المضافة والذي قد يستوجب غلق بعض المحال تحفظيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر